اشتركوا في القناة على هذه الدعوة وهذه الاستضافة وعلى كرم الضياف واشكر اسرة البرنامج كل واحد باسمه على هذا الاستقبال الطيب وعلى هذه الدعوة الطيبة والحقيقة شرفونا هم بزيارتهم اليوم الخميس في حوط التصدير وساعدنا بجيتهم ومشاركتهم معنا في حملة تشجير لأودية التي تبنتها المحافظة بشكل عام في سدير في جميع الأودية وبلدية حوط سدير جزء بسيط من جميع القطاعات الحكومية التي كانت مهتمة بهذا الجانب من وزارة البيئة إلى مؤسسات المجتمع المدني في سدير وكذلك المتطوعين فالعمل كله ينصب على دعم المتطوعين وتكاتف الجهات الحكومية مع أبناء البلد ومشاركتكم معنا خير دليل وخير شاهد على الاتجاه اللي كانت شايرين فيه حنة الحمد لله حنة طبعا دائما في البرنامج يدعم كافة القطاعات والجهود والحقيقة ما قصرتوا أنتم ونتكلم نسأل عن عدد المشاركين في هذا العمل الجميل البرنامج هذا لها الآن السنة الرابعة بدأنا فيها الآن هذه السنة الرابعة شاركت فيه جميع القطاعات الحكومية جميع الجمعيات الخيرية اللجان التنمية الاجتماعية كذلك متطوعين العام الماضي أسست رابطة سدير الخضرة تعتبر من نتاج وثمار هذا العمل ومنتشرة في جميع مدن سدير الآن من جلاجل والمجمعة تمير الحوطة رتويم الروضة العودة الجنيفي كلهم جميع متطوعين فيهم المسؤولين وفيهم الموظفين وفيهم الطلاب وحتى الكشافة مشاركين معهم العمل الآن تجاوزنا الآن في خلال الثلاث سنوات الآن تقريبا ستين ألف شتلة متنوعة في وادي سدير ووادي أبا المياه والسنة هذه الحمد لله نشوف الثمار الغرس اللي كان في السنوات السابقة نشوفها كل سنة ينمو ويكبر طبعا من الأهداف اللي حنا نسعالها في البرنامج أو اللي تسعالها الخطة أو استراتيجية بشكل عام عندنا في الدولة اللي هو تنمية تنمية الحس لدى المجتمع في الحفاظ على البيئة تنمية روح التعاون روح التآلف حب الوطن كله كله من ثمار هذه البرامج اللي تهدف إلى الحفاظ على بيئتنا الحفاظ على وطننا زيادة الألفة اللحمة الوطنية وهذه من استراتيجية المملكة الشاملة جزء بسيط من استراتيجية الشاملة اللي هي 20-30 اللي رفع عدد المتطوعين الاهتمام بالبيئة الاهتمام بالوطن بشكل عام يا سلام والله شغلكم ما شاء الله جبار ومجهود وشفها الزمل أمس وكان ما توقعوا هالعمل الجميل وخاصة الغيران عندكم بالحوطة الآن ما شاء الله أربعة وخمسة غيران تعبتوا فيها وجهزتوها للمنتزهين وهذا عمل جميل إضافة لجميع المنتزات في منطقة سدير نجي تتمير في منتزات نجي تلمجمع فحوطة سدير انضمت هذا الركب وهذا بعدين ميزة الغيران انهجن بعض يعني يدخل مع خط واحد ياخي يختار اللي يبي يسار ولا وسط ولا مين فكل ما شاء الله مجهز البلدية حنا شفنا كل شيء أمس مجهز من جميع الأغراض ومرتبة ومجهزة ما عالى بس السواء حول الزوار انهم يجوه لهذا المكان وبلدية سدير تقدم لهم كافة الخدمات حالي بنسأل عن المخيم فيها بكلم كما أكمل كلامك سدير فيه ميزة الحمد لله اللي هو تعدد الطبغرافية فيه والبيئة يعني بيئة خصبة انك تعمل فيها للسياح من جيتها لتمير الرياض والفياض والمنتزهات من جيتها لحوط الوادي وراط والتضاريس اللي تخدم الجهات انها تعمل وتخدم للسياح انهم يجون يزورون سدير بشكل عام البلدية عندها دور بسيط لتهيئة هالأماكن من نظافة وصيانة ومتابعة وضعنا اننا مخيم في المنتزه ووادي الأمالح حوطة سدير وفي عودة سدير مخيمين للبلدية هذه المخيمات استضافة للسياح اللي يجون يعني عندنا عودة سدير فيها قرية على مستوى المملكة يجون هفود سياحية أجانب من داخل المملكة وكذلك عندنا كذلك في روضة سدير فيها ديوانية البابطين كذلك وكل هذول السياح يجون يزورون المنطقة وضعنا المكان هذا لاستضافة الضيوف يعني ومفتوح للجميع وأي واحد يسمعنا الآن على البرنامج المخيم تحت أمره في أي وقت يا السلام هذا جهود من بلدي تشكر على الحقيقة خلني بس أذكر الموجودين معنا اليوم في البرنامج معنا شعراء ومعنا من أعيال حطس دير أيضا والمشاركين في هذا المشروع معنا شعر مليون محمد الفارس أبو التميم صباح كله الخير يا أهلا والأبو إن شاء الله زر تبارك الله يبارك فيك يا أبو أولي حالنا اليوم نتكلم عن هذا المشروع الجميل وجهت نظرك منكم ما يحتاج بالنسبة لموضوع تشجير الأودية والمنتزهات حقيقة يعني بادرة لها يمكن ثلاث سنوات الآن ولكن آتت ثمار كبير والله الحمد نعم والرابع رابطة سدير الخضرة لها فروع في كل ديار سدير والله الحمد وفعلا أدت يعني نتاج جميل والحقيقة اللي يت إن شاء الله كل مناطق المملكة تحتذي به هالبادرة هذه بتكون حقيقة شيء جميل وإرجاع الغطاء النباتي للمناطق اللي اللي بدأت فيها التصحر واللي اللي قل فيها الغطاء النباتي فيها نعم الشاعر عمر الناجم صباح الخير ما شاء الله شاعر من الشعر الشباب اللي الحقيقة لحضور في الساحة الشعبية ويعتبر هو من صفر سدير بالشعر دلغة لمحمد وشاب كلهم ما شاء الله وانت كذلك والأخوان ومسي على الأخوان المساهدين بالخير وعلى الأخوة ومستضيفين وقناة بداية القناة الجميلة الصراحة اللي تعتبر من القنوات المتابعة على المستوى المنوك السعودية وعلى المستوى دول الخليج وبرنامجكم الموفق المشراك بالنسبة للتشجير والجهود المبذولة في هذا السياق من الأخوان في البلدية ومثل ما تفضل أخوي بتميم من رابطة سدير الخضرة من سبقني أخوي محمد في الثلاث سنوات والأربع سنوات الماضية بدت تأتي الآن ثمارها وجهود كذلك رابطة سدير وتعاون القوي والمثمر من البلديات ممثلة في بلدية حوطة سدير سعادة المهندس فهد الرميح والأخوان الموظفين في البلدية وغيرهم من المتعاونين وأعضاء المجلس البلدي ولله الحمد مثل ما تفضلت وزرتوني أبو وليد والأخوان وشفتوا بدت الآن على طريقة مثلا أبو قاطور ولا على طريقة بلقلمان بدت الأشجار تفز الآن وتصير بينها للسياح وهذه جهود الحمد لله رب العالمين تشكر وتذكر إيه والله ولا عندي ما أزيده على الأخوان هلنا جينا وقال عمرك في روضة أسديل الله يبيض وجيكم في حوطة أسديل في حوطة أسديل عفوا نعم ونشكركم على كرم الضيافة حسن الله يحييكم وأنا زرعت لي طال عمرك أشجارة هناك وكلمت المهندس فهد قلت أشجارة دي ترى ما بكشت ألا أشجارة ما دل أشجارتي وش صار عليها سقيت واما ولا لا هذا أشجارتك أشجارتك حرصنا عليها المهندس فهد الشجر اللي ركزتوها أنتم لا خير هذا لا بس أشجارة لنا ركزت هذه ترى ما بكشت علمتها أنا بكشت من الطائف وكشت تحدي لا أنت لأب من الطائف ما عدتك فين أشجارة نبي شجر نبي من أشجار الطائف يا أخو نبي تبدر تجي عندنا عمرا حطنا بس نأخذ محمد نصر الله حضر ملسى بلدي في حط الصدير صبح كلب الخير يا أهلا والله نورتونا بيوم والله بيض الله أجيكم ما قصرتو في البداية أقدم شكري لقناة بداية وقناة بداية الحقيقة وصلت المدن وصلت القرى وصلت الهجار دخلت البيوت دخلت القلوب فالجميع يعني يترقب برامجها بشغف لأن هدفها سامي هدفها الرفع لذائقة المشاهد وهذا صاير الحمد لله باستضافتكم لمن هم مهتمين بالشعر مهتمين بالأدب مهتمين بالتراث فهذا شيء يعني تذكر عليها البداية بالنسبة للجهود البلدية الحقيقة الحقيقة بلدية حط الصدير رزقت بمهندس نشط زهر الله خير فتغير اهتمام اهتمام بالأشجار اهتمام بالبيئة كان للبلدية لها دور موفق وكبير منذ أن تولى رئاسة البلدية وهو يلفت انتباه الناس لهذا الأمر الأدلة يعني واضحة وشاهدة عندك مثلا منتزه بقاطور وهو جبل يخرج منه ماء كلها الآن الحمد لله العظيم الحمد لله رب العالمين وضع فيه جلسات معينة للجلوس وجلسات مساندة حنا من أول يوم حنا صغار نجي للغار هذا ونجي من تقريبا قبل تطلع الشمس إلى شفنا سيارة صغيرة فيه رجعنا مالك اللي ترجع للبيت طبعا شيئا الهم انك ما حظيت بانك تصل لكن بجهود المهندس والبلدية وضع مكاماكم بديلة لما تشوف فيها أحد ترجع وتجلس في المكان الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا عندك منتزه بولغلمان عندك منتزه العنانية عندك منتزه الباثليم في العودة عندك يعني فيه نقلة نوعية سوتها البلدية في صدير كله من العودة إلى تقريب كل مناطق التابعة لتغطية جهود البلدية في جزار الله خير يعني شيء يذكر ويشكر عليه هو زملاء بيض الله واجه أعطيكم العافية يعني مثل قولة حوطة السدير أيهم قبروا بالمسمى العودة الحوطة أو الروضة وسبب المسميات إن كان بسبب تاريخي لهالمسميات طبعا بالنسبة للحوطة السدير تسميتها بالاسم هذا راجع كما دونه الشيخ بن خميس عبد الله بن خميس رحمه الله بأنه نسبة إلى السدر وذكرت حوط السدير في معجم البلدان في يقوت الحمى وذكرها كلها تبين أن قدمها يعني ضارب في التاريخ قدم التاريخ لا شك به لمسمى السدير أنا أعني الحوطة والعودة والروضة نسبة السدير لما ذكرته نسبة للأشجار والسدر الذي ذكرها لا خلاف على نعم قدم اسم هي حائط يطرق عليه حائط هناك عندنا قارة صبحة هذه نسبة إليها المدينة وكذلك المدن بجانبها طبعا الآن الحوطة ليست وحدها المدينة الآن الآن كانت قرى كلها من عندك من الحوطة من الروضة من التويم عندك الجنوبية عشيرة الخطامة هذه صارت كلها مدن العودة الجنيفية العطار وترابطت كلها ترابطت وتقاربت بسبب هالنهضة اللي الحمد لله أنعم الله علينا بها في هذه الدولة منذ بدايتها فصار عمها نهضة شاملة في جميع المجالات يعني مثلها مثل بقية المناطق الأخرى اللي أخذت نصيبها في هذا التطور وطبعا رجالات سدير وخاصة حوط سدير رجالات حوط سدير مع الشيخ صالح بن سليمان الزكري الله يرفع بالعافي إن شاء الله وابنه الشيخ عبدالله فهد زكري لهم جهود الحقيقة مضنية في رفع هذه المدينة لمصاف المحافظات